السؤال اللي أسألك يا الكيوي والأنناس كيف دخلتهم للحم؟ كيف المنطقة العلمية؟ الكيوي والأنناس علميا الكيوي بأنزيم اسمه أكتينيدين والأنناس بأنزيم اسمه بروميلين هذه الأنزيمات لها القابلية على تكسير البروتين الحيواني على سبيل المثال عندنا قطعة لحم أنا مرة ناشر صورها من بحث علمي ثابت قطعة لحم عرضوها لهذه الأنزيمات ستتكسر البروتينات الألياف الداخلية باللحم ستصبح فراغات فجوات داخل قطعة من اللحم تمام؟ من صارت هذه الفراغات ستدخل بها سوائل هذا تبقى قطعة اللحم جوسي وطرية جدا فهذا الأمر ثابت علميا والتين كذلك تين كذلك بأحد الأنزيمات اللي يكسر لهذا لهذا أكو هواي نوع من البرقر الأمريكي وهذه يستخدمون ويا الأنناس فالأمر ثابت علميا وأكو بحوث علمية من شرحة حول هذا الأمر واللي يجربها راح يعرف شو نقول يعني اللي يجربها على الأرض الواقع حسب الفرق كبير جدا من حول هذا الأمر طيب السؤال الثاني واجهت صعوبة بنشر محتواك خاصة للأكل التقليدي يعني هس نحن حالين نحن بأكل تقليدي بس أنت أكلك مختلف وطريقة مفهومك عن الأكل بطريقة مختلفة فشنو الصعوبات اللي واجهتها بنشر محتواك؟ الصعوبات اللي واجهتها أنه بعض الناس لليوم ما تتقبل فكرة طرح الأكل بشي علمي يعني رغم أني أبسط صراحة أبسط الأمور بشكل بسيط جدا حتى توصل كل مستويات الفكرية أي إنسان من يشوف الفيديو اللي أنشره أتكلم به حول أكل بطريقة علمية يعني توصل الفكرة بشكل بسيط ومبسط لكن هناك ناس قدهم تقديس للأمر تقديس غريب يعني على سبيل المثال أنه يفكر أنه مثلا هذه الوصفة خلاص انتهت قفلة بهذا المكان أي إضافة أو أي تجديد عليها خلاص يعني ترجمة نانسي قنقر